أهلاً وسهلاً بكم عزيزي الطلبة في مستهل درس جديد من سلسلة دروس تحليل الدوائر الكهربائية. سنتحدث في درس اليوم عن السيريس and parallel EC networks أو ما تعرف بدوائر التوازن من نوع EC. نتوقع أن يكون الطالب في نهاية درس اليوم قادراً على شرح الخصائص والمميزات التي تتصف بها دوائر التوازن. وكذلك الخصائص والمميزات التي تتصف بها دوائر التوازن. كما ينبغي أيضاً أو نتوقع أيضاً أن يكون الطالب قادراً على إجراء الحسابات اللازمة كحسابات الفولتية وكذلك التيارات وكذلك البوار والبوار فاكتور لكل من دوائر التوازن على حد سواء. ينبغي أيضاً أن يكون الطالب قادراً على حساب التوازن أو ما تعرف بالمعاوقة الكلية سواء لتلك الدوائر من نوع توالي أو لتلك الدوائر من نوع توازن. وينبغي أيضا أن يكون الطالب قادرا على تطبيق كيرشوفز فولتيج لو أند كيرشوفز كارينت لو قانون كيرشوف للفولتية على دوائر التوالي وقانون كيرشوف للتيار على دوائر التوازي حتى يتمكن الطالب من إجراء الحسابات اللازمة لهذا النوع من الدوائر ينبغي أيضا أن يكون الطالب في نهاية درس اليوم قادرا على حل المسائل وكذلك التمارين المتعلقة بدوائر التوالي على حدة وكذلك دوائر التوازي على حدة سبق وأن تحدثنا معكم عزيزي الطالبة في الدرس السابق عن Time Domain وكذلك الفيزور دومين ورأينا أنه من الأنسب للتعامل مع الإشارات الكهربائية هو دراستها في الفيزور دومين نظرا لسهولة التخاطب مع الإشارة الكهربائية في الفيزور دومين إن الفيزور دومين يوفر لنا بيئة ملائمة للتخاطب مع الإشارات الكهربائية حيث يمكننا أن نجري العمليات الحسابية المختلفة كالجمع والضرب والطرح والقسمة في ظل هذا المجال أو ما يعرف بالمجال الطوري سنواصل الاستفادة من هذا المجال أو الفيزور دومين في تحليلنا للدوائر الكهربائية في هذا الدرس وكذلك في الدروس القادمة Embedance تعالوا عزيزي الطالبة ندرس ممانعة العناصر المختلفة الداخلة في تكوين الدوائر الكهربائية وهي عنصر المقاومة وكذلك الملف وكذلك المكتف لنأخذ أولا عنصر المقاومة أو ما يعرف بالResistive Elements لنفترض أننا قمنا باقتطاع هذه المقاومة من دائرة كهربائية كان التيار الذي يمر في هذه المقاومة موصوف بالصيغة الرياضية I يساوي I max sin omega في T عندما يصل التيار إلى هذه المقاومة سينشى ما بين طرفي هذه المقاومة فرق في الجهد هذا هو فرق الجهد الناشئ ما بين طرفي المقاومة بفعل مرور التيار الكهربائي فيها حيث لاحظنا أن الفلتية ما بين طرفي هذه المقاومة معطى بصيغة time domain حيث فلتية المقاومة ستساوي V max sin omega في T إذا ما أخذنا فلتية هذه المقاومة وحولناها من صيغة time domain إلى صيغة الفيزر دومين لاحظوا أننا حولنا فلتية المقاومة من time domain إلى الفيزر دومين بالقسمة على جذر 2 كما تحدثنا في دار سابق حيث سنقسم V max أو V pic على جذر 2 لتعطينا الفلتية بصيغة V rms أما بالنسبة للزاوية فالناس ستساوي الصف نظرا لأنه لا وجود للزاوية ثيتا في هذه الصيغة الرياضية لا وجود للزاوية ثيتا في هذه الصيغة الرياضية وعليه فإن هذه صيغة فلتية المقاومة بصيغة البولارفور أو بصيغة الفيزر دومين أو بصيغة V rms لحساب التيار الكهرباء بصيغة الفيزر دومين سنلاحظ أن التيار الكهرباء والسناد نلاق عنهم سيساوي الفلتية على المقاومة بالتعويض عن قيمة الفلتية وكذلك المقاومة في البص والمقام سنلاحظ أن قيمة الفلتية في البص عبارة عن مقدار بصيغة البولارفورم وأيضا قيمة المقاومة في المقام مقدار بصيغة البولارفورم لقسمة رقمين بصيغة البولارفورم فإن المقادير ستقسم بينما الزوايا ستطرح وهذا ما فعلناه في هذه الخطوة لاحظوا أننا قمنا بقسمة المقدار الذي في الباست على المقدار الذي في المقام أما بالنسبة للزوايا فطرحنا زاوية الباست ناقض زاوية المقام لاحظوا أن زاوية المقاومة ما زالت مجهولة إلى هذه اللحظة ولاحظوا أيضاً عزائي الطلبة أننا نتحدث عن عنصر مقاومة وفي عنصر المقاومة وكما تحدثنا في درس سابق فإنه ينبغي أن تكون زاوية فرق الطور بالنسبة للفلتية هي نفسها زاوية فرق الطور بالنسبة للتيار بما أن زاوية فرق الطور بالنسبة لهذه الفلتية أو فلتية المقاومة في هذا المثال مساوية للصفر فهذا يقتضي بالضرورة أن تكون زاوية التيار أيضا مساوية للصفر وهذا لا يمكن أن يحدث ولا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت زاوية المقاومة مساوية للصفر من أجل أن تكون زاوية التيار مساوية لزاوية فرق الجهد ينبغي أن تكون زاوية المقاومة مساوية للصف لاحظوا معي أن زاوية المقاومة أصبحت في هذه الحالة مساوية للصف وعليه عند قسمة الفلتية على المقاومة لاحظوا أن المقادر قسمت بينما الزاوية طرحت طرحنا زاوية الباص ناقل زاوية المقام لتكون المحصلة النهائي أن التيار الكهربائي في صيغة البولارفورم سيسايفي على العار والزاوية صفر إذن من أجل أن تكون زاوية التيار مطابقة لزاوية الفلتية ينبغي أن تكون زاوية المقاومة مساوية للصف هذه هي صيغة التيار التي وصلنا إليها بصيغة البولار فور يمكننا أن نحول التيار الكهربائي من صيغة البولار أو من صيغة الفيزور دومين إلى صيغة التايم دومين بضرب الآيماكس حيث الـ V على العرف الحقيقة هي عبارة عن الآيماكس بضرب الآيماكس في جذل 2 متبوعا بالصاين وميجافيتي وعليه لو قارننا الآن ما بين زاوية فرقة الطور بالنسبة للتيار وزاوية فرقة الطور بالنسبة للفلتية في عنصر المقاومة سنلاحظ أن كل من الفلتية والتيار انفيز أو بنفس الطور لهما نفس زاوية فرقة الطور إذ أن الفلتية بدأت من نقطة الصف وأيضا التيار بدأ أيضا انطلاقته من نقطة الصف وعليه إجمالا يمكننا أن نقول أن الممانعة في حالة مقاومة في دوائر الـ AC الممانعة في حالة مقاومة في دوائر الـ AC ستمثل بقيمة المقاومة وزاوية صف إذن إن الممانعة في دوائر الـ AC تمثل بمقاومة وزاوية قيمتها صف تعالوا أعزائي الطالبان أخذ هذا المثال الذي من خلاله سنوضح أكثر كيف تسلك المقاومة في دوائر الـ AC لنفترض أن نقطعنا هذه المقاومة من دائرة كهربائية كانت قيمة هذه المقاومة مساوية للخمسة الأوم وكانت الفلتية ما بين طرفي هذه المقاومة مساوية للمئة صعين أوميجا في تي ومطلوب مننا أن نقوم بحساب التيار الكهربائي المتحرك في هذه المقاومة أول خطوة في التعامل مع هذه المقاومة أو مع الدوائر الكهربائية عموما هو أن نحول الإشارات الكهربائية من الـ Time Domain إلى الفيزوردومين وهذا ما فعلناه في هذه الخطوة حيث قمنا بتحويل فلتية المقاومة من الـ Time Domain إلى الفيزوردومين بالقسمة على جدر 2 لاحظوا أننا قسمنا الـ VBIC على جدر 2 لتكون المحصلة أن فلتية هذه المقاومة بصيغة الفيزوردومين مساوية لـ 70.71 فولت وزاوية مقدارها صفر لماذا الزاوية صفر؟ لأنه لا وجود التيتا في هذه الصيغة الرياضية بعد أن قمنا بحساب الفلتية بصيغة الفيزوردومين يمكننا الآن أن نقوم بحساب التيار الكهربائي استنادا إلى قانون أوم حيث التيار الكهربائي سيساوي الفي على زد آر بالتعويض عن قيمة الفلتية وكذلك الزد آر لاحظوا أننا عوضنا عن المقاومة بمقدار وزاوية صفر لاحظوا هنا أننا عوضنا عن قيمة المقاومة بخمسة وزاوية صفر بالتعويض المباشر في البسط عن قيمة الفلتية في البسط وقيمة المقاومة في المقام سنلاحظ أن قيمة التيار الكهربائي بصيغة الفيزوردومين ستساوي 14.14 أمبير والزاوية مقدارها صف قسمنا المقادير في صيغة البولار لإجراء عملية القسمة فإن المقادير ستقسم بينما الزوايا ستطرح وهذا ما فعلناه في هذه الخطوة قسمنا 70.71 على 5 لنحصل على هذه القيمة وطرحنا زاوية البص ناقل زاوية المقام لنحصل على هذه الزاوية هذه هي صيغة أو قيمة التيار الكهربائي في صيغة الفيزور دومين أو البولار فورم أو الVRMS لتحويل هذه الصيغة الرياضية أو لتحويل صيغة التيار الكهربائي من الفيزور دومين إلى الـ Time دومين نستطيع أن نحصل على صيغة التيار الكهربائي على هذا النوع حيث ضربنا جدر 2 في الآيماكس متبوعا بالSign OMEGFT ولاحظوا معي هنا أن زاوية فرقة الطور بالنسبة للتيار مساوية لزاوية فرقة الطور بالنسبة للفلتية في عنصر المقاومة الفلتية بدأت من نقطة الصفر أيضا التيار الكهربائي بدأت من نقطة الصفر هذه المنحنيات الجيبية التي توضح لنا سلوك الفلتية وكذلك التيار في عنصر المقاومة لاحظوا معي أن فلتية وتيار المقاومة بدأ من نفس النقطة وعليس نلاحظ أن لدينا فلتية وتيار يتأرجحان صعودا وهبوطا بشكل متزامن لاحظوا أن فلتية وتيار المقاومة يتأرجحان صعودا وهبوطا بشكل متزامن في اللحظة التي بدأت فيها الفلتية من الصفر أيضا التيار بدأت حركته من نقطة الصفر وصلت الفلتية إلى علاقيمة في نفس اللحظة التي وصل فيها تيار المقاومة إلى علاقيمة عادت الفلتية والتيار إلى النقطة صفر في نصف الدورة الموجودة في نفس اللحظة الزمنية وصل طريقهما إلى أن وصل إلى أقل قيمة في السالب بشكل متزامن وعاد إلى نقطة الصفر بشكل متزامن وعليه يمكننا أن نقول أن حركة الفلتية والتيار المقاومة حركة متزامنة تعالوا عزيزي الطلبان نلقي الضوء على العنصر الثاني من العناصر الكهربائية هو عنصر الملف وممانعة الحدثية أو ما تعرف بالإندكتيف ريكتنس لنفترض أيضا أننا قمنا باقتطاع هذا الملف من دائرة كهربائية كان التيار المتحرك في هذا الملف يتعرك في هذه النقطة ورمزنا له بالرمز I لاحظوا معي بمجرد أن يصل التيار الكهربائي إلى الملف سينشى ما بين طرفي الملف فرق في الجهد سنسميه V ويكون موصوفا بهذه الصيغة الرياضية حيث V سيساوي V max sin omega 50 هذا أمر الأمر الآخر أنه بمجرد أن يصل التيار الكهربائي إلى الملف فإنه سيلاقي مقاومة تقاوم مروره داخل الملف إذن التيار الكهربائي الذي سيمر في الملف سيلاقي أمامه مقاومة تقاوم مروره داخل الملف وعليه فإن المقاومة الناشئة داخل الملفات نتيجة لمرور التيارات الكهربائية فيها ستعرف بالممانع الحتية المقاومة التي تنشأ داخل الملفات نتيجة لمرور التيارات الكهربائية فيها تعرف بالممانع الحتية وسنرمز لها بالرمز XL حيث XL ستساوي الأوميجا في الـ والأوميجا ستساوي 2B في الـ أما الـ وهي حبارة عن حتية الملف وتقاس بالهندين مطلوب منا في هذا الشكل أن نقوم باشتقاق أو باستنتاج صيغة رياضية للتيار بالفيزر دومين وكذلك بالطايم دومين بما أن الفلتية ما بين طرفية الملف معطى بصيغة الـ فإن أول خطوة سنفعلها هي تحويل هذه الفلتية من الـ إلى الفيزر دومين وهذا ما فعلنا في هذه الخطوة حيث حولنا فلتية الملف من الـ وينبغي أن نشير هنا إلى أنه في حالة تحويل الإشارات الكهربائية من الـ لاحظوا كيف يتغير معنا الرمز من الـ إلى الـ إذن كانت فلتية الملف في صيغة البولارفورم أو وصلنا لها على هذا الشكل أو على هذا النهو حيث الفي سيساوي في وزاوية مقدارها صف لاحظوا على سبيل المثال في هذا الشكل أن فلتية الملف بدأت انطلاقتها من نقطة الصف لحساب التيار الكهربائي المار في الملف يمكن أن نسند إلى قانونهم حيث ينص قانونهم على أن التيار الكهربائي في الملف سيساوي الفلتية على الـ بما أن فلتية هذا الملف بدأت حركتها من نقطة الصف إذن يمكننا أن نقول أن التيار الكهربائي سيساوي الفلتية وزاوية صف على الـ وزاوية ثيتا لاحظوا أن زاوية الـ إلى هذه اللحظة ما زالت مجهولة لإجراء عملية القسمة في صيغة البولارفورم فإن المقادير ستقسم أما الزوايا ستطرح سنطرح زاوية البص ناقص زاوية المقام وهذا ما فعلنا في هذه الخطوة لاحظوا أننا قسمنا المقادير وطرحنا الزوايا لكن زاوية الـ ما زالت إلى هذه اللحظة مجهولة إننا نتحدث في هذه الحالة عن عنصر الملف وفي عنصر الملف وكما تحدثنا معكم في درس سابق فإن فلتية الملف تسبق تيار الملف بزاوية فرق طور مقدارها 90 درجة أو بمعنى آخر تيار الملف متأخر عن فلتية الملف بزاوية فرق طور مقدارها 90 درجة وعليه لا يمكن أن يحدث هذا الأمر إلا إذا كانت زاوية الـ في قانون مساوية لموجب 90 درجة إذن لا يمكن أن يكون تيار الملف متأخرا عن فلتية الملف بـ 90 درجة إلا إذا كانت زاوية الـ في المقام في هذه الصيغة إلا إذا كانت زاوية الـ في هذه الصيغة الرياضية مساوية لموجب 90 درجة وعليه سنلاحظ أننا سنحصل على هذه الصيغة الرياضية حيث الآي سيساوي الفلتية وزاوية صفر مقسوما على الـ وزاوية 90 درجة بقسمة المقادير وطرح الزوايا لاحظوا أننا إذا قسمنا الفي على الإكسيل وطرحنا زاوية البسط ناقص زاوية المقام سنحصل على التيار الكهربائي بهذه الصيغة إذا أن صفر زاوية البسط ناقص زاوية المقام سنحصل على التيار الكهربائي بهذه الصيغة حيث التيار سيساوي الفي على الإكسيل والزاوية مقدارها سالب 90 درجة لاحظوا معي لو قارننا ما بين زاوية تيار الملف وما بين زاوية فلتية الملف هذه هي زاوية تيار الملف وهذه هي زاوية فلتية الملف سنلاحظ أن تيار الملف متأخر عن فلتية الملف بزاوية فرق طور ومقدارها 90 درجة بعد أن حصلنا على قيمة التيار الكهربائي بصيغة البولارفورب أو بصيغة الفيزر دومين يمكن أن نحولها إلى صيغة التايم دومين بالضرب في جدري 2 متبوعا بصين أميجا في التي متبوعا بقيمة التيتا لاحظوا معنا أن التيتا في هذه الحالة عبارة عن زاوية قيمتها 90 درجة وعليه تأول الصيغة الرياضية إلى هذا الشكل إذن يمكننا أن نقول عموما أن الممانعة في حالة ملف أن الممانعة في دوائر الإيسي في حالة ملف يمكن أن تمثل بمقدار يعرف بالإكسيل وزاوية قيمتها 90 درجة الممانعة الحاتية في دوائر الإيسي تمثل بمقدار هو الإكسيل وزاوية موجبة قيمتها 90 درجة تعالوا نوضح هذه الفكرة أكثر من خلال هذا المثال في هذا المثال سنلاحظ أن لدينا ملف أيضا مقتطع من دائرة كهربائية كانت ممانعة هذا الملف الحاتية مساوي إلى 3 أوم وكانت الفلتية ما بين طرفي هذا الملف مساوي إلى 24 أوم ومطلوب منه أن نقوم بحساب التيار الكهربائي بصيغة البولارفورم وكذلك بصيغة الريكتان بولارفورم أو بصيغة الـ Time Domain والفيزور دومين بنفس الآلية تماما أول خطوة سنقوم بتحويل فلتية الملف من الـ Time Domain إلى الفيزور دومين وهذه هي صيغة فلتية الملف بالفيزور دومين الخطوة الثانية سنقوم بتطبيق قانون أوم لحساب التيار حيث الـ I سيساوي الـ V على ZL بالنسبة للفلتية سنعوض تعويض مباشر عن قيمة الفلتية في البسط وقيمة ZL في المقام لاحظوا هنا أننا عوضنا عن قيمة XL بالمقدار 3 والزاوية قيمتها 90 درجة وهذا ما سنتعامل معه دائما في دوائر الـ EC في دوائر الـ EC عموما فإن XL عبارة عن مقدار وزاوية قيمتها موجب 90 درجة لاحظوا أن لدينا عملية قسمة لعاددين أو لرقمين بصيغة البولارفورم المقدار في البسط بصيغة البولار والمقدار في المقام أيضا بصيغة البولار وعليه لإجراء عملية القسمة فإن المقادير ستقسم وهذا ما فعلنا حيث قسمنا 16.968 على 3 لنحصل على هذه النتيجة أما الزواية ستطرح سنطرح زاوية البسط ناقص زاوية المقام 0-90 ستساوي سالب 90 وهذه هي قيمة التيار الكهربائي بصيغة البولارفورم تعالوا أعزائي الطالباء نقارن ما بين زاوية تيار الملف وما بين زاوية فلتية الملف لاحظوا أنه في اللحظة التي بدأت فيها فلتية الملف حركتها من الصف كان تيار الملف قد بدأ حركته متأخرا عنها بزاوية فرقة ومقدارها سالب 90 درجة يمكننا أن نحول تيار الملف من صيغة الفيزر دومين إلى صيغة تايم دومين بالضارف في جدر 2 لنحصل على هذه الصيغة الرياضية حيث تيار الملف في هذه الحالة سيساوي 8 ساين أوميجافتين ناقص 90 وبالمقارنة ما بين صيغة تيار الملف وما بين صيغة فلتية الملف سنلاحظ أن تيار الملف متأخر عن فلتية الملف بزاوية فرقة ومقدارها 90 درجة هذه المنحنيات الجيبية التي توضح لنا السلوك الفلتية فلتية الملف وكذلك تيار الملف لاحظوا معي أن فلتية الملف بدأت حركتها من النقطة صف وفي اللحظة التي وصلت فيها فلتية الملف إلى أعلى قيمة كانت تيار الكهربائي قيمته مساوية للصفر وللسباد في التحرك لاحظوا هنا أن فلتية الملف وصلت إلى أعلى قيمة في اللحظة التي كانت فيها فلتية الملف أعلى قيمة كانت تيار الكهربائي مساوية للصفر وللسباد في التحرك وهكذا وصلت الفلتية انخفاضها إلى أن وصلت إلى نقطة الصفر في اللحظة التي وصلت فيها فلتية الملف إلى نقطة الصفر كان تيار الملف قد وصل إلى أعلى قيمة وهكذا سنلاحظ أن كل من فلتية الملف وتيار الملف يتأرجحان صعودا وهبوطا ولكن بشكل غير متزامن لا يتحرك فلتية الملف وتيار الملف بشكل متزامن إذ أن فلتية الملف تسبق تيار الملف بزاوية فرقة ومقدارها 90 درجة لاحظوا أنه في اللحظة أو عند الزاوية باي على الاثنين أو عند التسعين دارية كانت فلتية الملف على قيمة بينما كانت تيار الملف مساويا للصف تعالوا عزيزي الطالبة ندرس العنصر الثالث من العناصر الكهربائية وهو عنصر المكثف لنفترض أيضا أننا قمنا باقتطاع هذا المكثف من دائرة كهربائية كانت تيار المتحرك في هذا المكثف هو التيار المشار إليه بهذا الرمز عندما يصل التيار إلى هذا المكثف سينشى ما بين طرفي هذا المكثف فرق في الجهد حيث وصفنا فرق الجهد ما بين طرفي هذا المكتف بهذه الصيغة الرياضية V سيساول V Max Sin Omega 50 هذه نقطة النقطة الأخرى أنه بمجرد أن يصل التيار الكهربائي إلى المكتف فإنه سيلاقي مقاومة تقاوم مروره داخل المكتف إن المقاومة التي تنشأ نتيجة لمرور التيارات الكهربائية في المكتفات تعرف بالممانعة السعوية تعرف بالممانعة السعوية وسنرمز لها بالرمز XC إذن المقاومة التي يواجهها التيار الكهربائي نتيجة لمروره في المكتفات تعرف بالممانعة السعوية وسنرمز لها بالرمز XC حيث XC ستساوي الواحد على الأميجا في الـ C الأميجا ستساوي الـ 2B في الـ F أما الـ C فهي عبارة عن سعة المكتف ووحدة قياسها بالفارض لحساب التيار الكهربائي في هذه الحالة بصيغتي البولار وكذلك أو بصيغة الفيزور وكذلك بصيغة الطايم ينبغي أولا أن نحول فلتية المكتف من الـ Time Domain إلى الفيزور دومين وهذا ما فعلناه في هذه الخطوة لاحظوا أننا حولنا فلتية المكتف من الـ Time Domain إلى الفيزور دومين حيث أصبحت عبارة عن مقدار وزاوية مساوية للصفر على سبيل الفرض أن الفلتية في هذا الملف كانت بعدها من نقطة الصفر يمكننا الآن أن نقوم بحساب التيار الكهربائي المار في المكتف استنادان إلى قانون أوم حيث التيار سيساوي الفلتية على الممانعة السعوية التيار الكهربائي المار في المكتفات يمكن حسابه بالاستناد لقانون أوم حيث التيار سيساوي الفلتية على الممانعة السعوية أو ما تعرف بالـ XC لاحظوا معي هنا أن زاوية الفلتية مساوية للصفر أما زاوية الـ XC ما زالت إلى هذه اللحظة مجهولة وعليه يمكننا أن نجري عملية القسمة بصيغة البولار المقادير ستقسم بينما الزوايا ستطرح وعليه قسمنا الـ V على الـ XC وطرحنا زاوية البص ناقص زاوية المقام لاحظوا أعزائي الطلبة أننا نتحدث في هذه الحالة عن عنصر مكثف وفي عنصر المكثف ينبغي أن يكون تيار المكثف سابقا لفلتية المكثف بزاوية فرق طور مقدارها 90 درجة إذن في عنصر المكثف ينبغي أن يكون تيار المكثف سابقا لفلتية المكثف بزاوية فرق طور مقدارها 90 درجة وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت زاوية XC مساوية لسالب 90 درجة لا يمكن أن يكون تيارا للمكثف سابقا لفلتية المكثف في هذه الصيغة الرياضية أو في صيغة قانوم إلا إذا كانت قيمة XC مساوية لسالب 90 درجة وعليه يلزم أن نعوض عن قيمة XC بقيمة وزاوية مقدارها سالب 90 درجة بالتعويض المباشر في قانوم لاحظوا أن المقادر ستقسم بينما الزوايا ستطرح لو قسمنا V على XC في هذه الصيغة وطرحنا زاوية البسط ناقص زاوية المقام سنخلص في النهاية إلى صيغة التيار الكهربائي بالبولارفورم على هذا النحو بالبولارفورم أو بالفيزر دومين على هذا النحو لاحظوا أن هذه قيمة التيار الكهربائي يمكن أن نحولها إلى صيغة تايم دومين بالضغط في جدر 2 متبوعا بصين أميجا في تي زائد 90 لاحظوا معي لأن الزاوية هنا زاوية مجابة وعليه سنلاحظ أن التيار الكهربائي سيكون له تيتا مجابة قيمة 90 درجة بمقارنة الصيغة الرياضية للتايم دومين بمقارنة الصيغة الرياضية لتيار المكثف في التايم دومين والصيغة الرياضية لفلتية المكثف في التايم دومين أيضا سنلاحظ أن تيار المكثف سابق لفلتية المكثف بفرق طور مقدارها 90 درجة إذن يمكننا عموما أن نقول أن الممانع السعوية في دوائر الـ EC تمثل بمقدار هو الـ XC وزاوية دائما سالبة قيمة سالبة 90 درجة تعالوا نأخذ هذا المثال الذي من خلاله يمكن أن نوضح فكرات أو سلوك الزتسي في دوائر الـ EC في هذا المثال سنلاحظ أن لدينا أيضا مكثف مقتطع من دائرة كهربائية كانت الفلتية ما بين طرفي هذا المكثف مساوية لـ 15 صين أوميجا في تي وكانت ممانعة هذا المكثف السعوية تساوي 2 أوم ومطلوب مننا أن نستنتج صيغة رياضية للتيار الكهربائي بالـ Time Domain وكذلك بالفيزر دومين أول خطوة سنقوم بتحويل الفلتية المكثف من الـ Time Domain إلى الفيزر دومين لنحصل على هذه الصيغة في الحالة الثانية أو في الخطوة الثانية سنقوم بتطبيق قانون أوم حيث أن التيار الكهربائي المار في مكثف سيساوي فلتية المكثف على ممانعته السعوية وهذا ما فعلنا في هذه الخطوة لاحظوا أننا عوضنا عن قيمة الفلتية بالخطوة التي حصلنا عليها في الخطوة السابقة وعوضنا عن قيمة ZC لاحظوا أننا عوضنا عن قيمة ZC أو الممانعة السعوية بمقدار وزاوية قيمتها سالب 90 درية عوضنا عن XC التي كانت تساوي 2 أوم وعوضنا عن الزاوية بسالب 90 درية المقادر ستقسم والزاوية ستطرح لاحظوا أننا قسمنا 10.605 على 2 لنحصل على هذه القيمة أما الزاوية ستطرح سنطرح زاوية البص ناقص زاوية المقام لنحصل أو لنخلص في النهاية لهذه القيمة وهذه قيمة التيار المكثف بصيغة الفيزر دومين نستطيع أن نحول هذه الصيغة صيغة التيار من الفيزر دومين إلى الطايم دومين بالضار في جدر 2 متبوعا بالزاوية تيتا لتكون المحصلة النهاية أن التيار الكهربائي بالطايم دومين سيساوي 7.5 ساين أوميجا في تي زايدا 90 قارنوا عزيزي الطالبة ما بين فلتية المكثف وما بين تيار المكثف سنلاحظ أن التيار المكثف متقدم على فلتية المكثف بزاوية فرق طور مقدارها 90 درية هذه المنحنيات الجيبية التي توضح لنا نقطة انطلاق كل من فلتية المكثف وتيار المكثف لاحظوا معي أن التيار المكثف بدأ انطلاقته من نقطة تسبق نقطة الصفر أو من زاوية تسبق زاوية الصفر بمقدار 90 درية في اللحظة التي وصل فيها تيار المكثف إلى أعلى قيمة كانت فلتية المكثف مساوية للصفر ولسا بدأ في التحرق وهكذا عندما بدأ التيار الكهربائي بالانخفاض والوصول إلى نقطة الصفر في نفس اللحظة التي وصل فيها تيار المكثف إلى الصفر كانت فلتية المكثف قد وصلت إلى أعلى قيمة وكذا نلاحظ أن حركة كل من فلتية المكثف وتيار المكثف حركة ليست متزامنة إذ أن التيار الكهربائي يسبق الفلتية بزاوية فرق طور مقدارها 90 درية تحدثنا معكم أعزائي الطلبة في تحليلنا للدوائر الكهربائية من ناع دي سي عن جمع المقاومات في حالة التوالين ورأينا أنه في حال وجود مقاومات على التوالين فإن R2 تلست تساوي R1 زايدا R2 زايدا R3 إلى Rn بنفس الآلية تماما يمكننا أن نسقط هذه الصيغة الرياضية أو هذا المفهوم على دوائر الـ EC ولكن مع استبدال R بالZ على سبيل المثال لاحظوا في هذا الشكل أن لدينا عدة ممانعات متصلة على التوالين حيث Zn متصلة على التوالين مع Z2 متصلة على التوالين مع Z3 متصلة على التوالين مع Z2 ولاحظوا أن التيار الذي يمر في زدوان هو نفس التيار الذي يمر في Z2 هو نفس التيار الذي يمر في زد 3 وهو نفس التيار الذي يمر في جميع الممانعات الدائرة نظرا لأن الممانعات موصلة بطريقة التوالين ف오ليه لحساب美ز لذي 9 في هذه الحالة لحساب外ز تتتتل للممانعات متصلة على التوالين فإن الزد توتل يمكن حسابه بالاستناد إلى هذه الصيغة الرياضية حيث الزد توتل ستساوي Z1 زايدا Z2 زايدا Z3 إلى Zn تعالوا نوضح هذه الفكرة من خلال هذا المثال لاحظوا في هذا المثال أن لدينا ممانعتين متصلتين على التوالن الممانعة الأولى عبارة عن مقاوم قيمة 4 Oh والممانعة الثانية عبارة عن ممانعة txl وقيمة 8 Oh ومطلوب مننا أن نقوم بحساب الزيتوتل لهذه أو لهتين الممانعتين لحساب الزيتوتل لاحظوا أن الممانعتين متصلتين على التوالن وعليه يمكننا حساب الزيتوتل بالإسسناد للصيغة الرياضية العامة بما أن الممانعة متصلة على التوالين فإن الزيتوتل ستساوي الزيتوان زائد زيتو الزيتوان عبارة عن مقاومة قيمتها 4 أوم والزيتو عبارة عن ممانعة حدية قيمتها 8 أوم وعليه لحساب الزيتوتل لاحظوا ما يعزي الطلبة أننا سنقوم بتمثيل المقاومة برقم حقيقي موجب بينما سنعبر عن الـ XL بالرقم التخيلي الموجب إذن المقاومات في دواعر الـ EC دائما تمثل بالرقم الحقيقي الموجب أما الـ XL في دواعر الـ EC فدائما تمثل بالرقم التخيلي الموجب هذا بصيغة الريكتانجولر أما بصيغة البولار أو الفيزردومين لاحظوا أن المقاومة مثلناها بمقدار وزاوية قيمتها 0 وبالنسبة للـ XL مثلناها بمقدار وهو الـ XL وزاوية قيمتها موجب 90 وهذا ما تحدثنا عنه قبل قليل أو في السلايدات السابقة إذن لحساب الزيتوتل لهاتين الممانعتين سنلاحظ أن الزيتوتل ستساوي زدوان زائد زيتو مثلنا المقاومة بالرقم الحقيقي الموجب ومثلنا الـ XL بالرقم التخيلي الموجب وهذه هي قيمة الزيتوتل بصيغة الريكتانجولر فورب يمكن أن نحصل على قيمة الزيتوتل بصيغة البولار فورب بتحويل هذا المقدار من الريكتانجولر إلى البولار لتكون الزيتوتل مساوية لهذا المقدار في هذا المثال لدينا ثلاث ممانعات متصلة على التوالين كانت الممانعة الأولى عبارة عن مقاومة قيمتها 6 أوم وكانت الممانعة الثانية عبارة عن XL أو ممانعة حتية قيمتها 10 أوم وبالنسبة للـ Z3 كانت عبارة عن ممانعة سعوية قيمتها 12 أوم ومطلوب مننا أن نقوم بحساب الزيتوتل لهذه الثلاثة الممانعات المتصلة على التوالين بتطبيق الصيغة الرياضية العامة حيث الزيتوتل ستساوي زيد وان زيد تو زيد زيد ثري لاحظوا معي هنا أننا سنقوم بتمثيل المقاومة بالرقم الحقيقي الموجب وهذا ما فعلناه في هذه الخطوة مثلنا المقاومة بالرقم الحقيقي الموجب ومثلنا الـ XL وهي الممانعة الحتية بالرقم التخيلي الموجب ومثلنا الـ XC بالرقم التخيلي السالب إذن عموما في دوائر الـ EC فإن المقاومة تمثل بالرقم الحقيقي الموجب أما ال-XL فستمثل بالرقم التخيلي الموجب أما بالنسبة لل-XC فستمثل بالرقم التخيلي السالب هذا بصيغة ال-Rectangular Form أما بصيغة ال-LAL في زر دومين أو بصيغة ال-Bolar Form لاحظوا أن المقاومة مثلناها بمقدار وزاوية صفر ال-XL مثلناها أيضا بمقدار وزاوية موجب 90 وال-XC مثلناها بمقدار وزاوية صفر 90 وهذا ما تكلمنا عنه في بداية هذا الدرس إذن لحساب الزيتوتل لاحظوا أن الزيتوتل ستساوي 6 وتمثلنا المقاومة برقم حقيقي موجب أما الزيتوتل فستمثل الزيتوتل وتمثل بالرقم التخيلي الموجب وال-XC ستمثل الرقم التخيلي السالب بجمع الأعداد الحقيقية والتخيلي مع التخيلي سنخلص إلى هذه القيمة حيث الزيتوتل في هذه الحالة ستساوي 6 أوم ناقص G2 أوم إذن الزيتوتل لهذه الثلاثة الممانعات ستساوي 6 أوم ناقص G2 أوم لاحظوا أننا طرحنا العدد التخيلي الموجب 10 ناقص العدد التخيلي السالب بجمع الأعداد الحقيقية مع الحقيقية والعداد التخيلي مع التخيلي يمكن أن نخلص إلى هذه النتيجة وهذه قيمة الزيتوتل لهذه الثلاثة الممانعات المتصلة على التوالي لاحظوا أن 6 أوم ستمثلنا قيمة المقاومة في هذا الشكل أما بالنسبة بسالب G2 فهي عبارة عن محصلة الفرق ما بين XL وكذلك XC لاحظوا مع أعزائي الطلبة أن كل من XL والXC تأثيرهما عكسي على بعض إذ أن XL تلغي XL وكذلك XL تلغي XL والمحصلة في النهاية لصالح القيمة الأكبر في حالة التوالي نظرا لأن الممانعتين XL وXC متصلتان على التوالي فإن المحصلة في هذه الحالة كانت لصالحة XC نظرا لأن XC أكبر من XL بمقدار 2 إذ أن XL وهي العشرة ناقص XC وهي 12 ستكون المحصلة سالب G2 إذن هذه قيمة الزيتوتل هذه قيمة الزيتوتل لهذه الثلاثة الممانعات المتصلة على التوالي ولكن هذه الزيتوتل بصيغة الريكتان بولارفورم يمكن تحويلها إلى صيغة البولارفورم لنحصل على هذه القيمة كيف يمكننا عزائي الطلبة أن نحلل دائرة التوالي في حالة الـ EC لاحظوا معي في هذه الدائرة سنلاحظ أن لدينا دائرة كهربائية مكونة من مصدر فلتية وممانعتين متصلتين على التوالي ومطلوب من في هذه الدائرة الكهربائية أن نقوم بدراسة الإشارات الكهربائية أو الكمية الكهربائية المختلفة داخل هذه الدائرة أول خطوة لتحليل دوائر الـ EC من نوع توالين هو حساب الزيتوتل لاحظوا معنا هنا أن لدينا دائرة التوالين وأول خطوة لتحليل دوائر التوالين من نوع EC هو حساب الزيتوتل لهذا الشكل سنلاحظ أن الزيتوتل ستساوي زيتوان زيتو بعد أن نكون قد حسبنا الزيتوتل بشكل سليم نستطيع الآن أن نقوم بحساب التيار الكهربائي المتحرك في هذه الدائرة وهو التيار ثابت لجميع الممانعات حيث سنلاحظ أن التيار الكهربائي وإستنادنا لقانوم سيساوي لي على زيتوتل بما أن التيار الكهربائي الكلي حسبناه في هذه الخطوة والتيار الكلي في هذه الدائرة ثابت لجميع الممانعات إذن يمكننا الآن أن نقوم بحساب الـ V1 وكذلك الـ V2 لاحظوا معي أن الـ V1 يمكن حسابه بالإستناد إلى هذه الصيغة الرياضية حيث الـ V1 ستساوي الآي في زيتوان وكذلك الـ V2 ستساوي الآي في زيتو ولاحظوا أن التيار الذي استخدمناه في حساب الـ V1 هو نفسه التيار الذي استخدمناه في حساب الـ V2 نظرا لأن التيار الكهربائي في حالة توصيل الممانعات على التوالين يكون ثابتا لجميع الممانعات في الخطوة التي تليها مطلوب منا أن نحقق قانون كرشوف إذ ينص قانون كرشوف أو صيغة قانون كرشوف يمكن أن نعبر عنها بطريقتين إما أن نقول أن مجموعة الجهود في مسار مغلق يساوي صفر حيث الـ E-V1-V2 سيساوي صفر ويمكن أن نعبر عن قانون كرشوف للفلتية بصيغة أخرى حيث مجموعة الجهود الفرعية يساوي الجهود الرئيسي إذن صيغة قانون كرشوف بصيغة أخرى تنص على أن مجموعة الجهود الفرعية يساوي الجهود الرئيسي لحساب الباور في هذه الدائرة الكهربائية يمكن أن نحسب الباور في دوائر التوالين بالإسناد إلى صيغة الباور العامة حيث الباور سيساوي الإي في الآي في كوساين الثيتا حيث الإي هو الجهد الرئيسي المطبق على هذه الدائرة بينما الآي هو التيار الكل المتحرك في جميع ممانعات الدائرة أما الثيتة فهي عبارة عن الفرق ما بين زاوية الفلتية الكلية ناقص زاوية التيار الكل تأخذ كأبسوليود فاليو تعالوا أعزائي الطلبة نحلل هذه الدائرة الكهربائية اعتمادا على المفاهيم التي شرحناها قبل قليل لدينا دائرة كهربائية مكونة من مصدر فلتية وممانعتين متصلتين على التوالي هاتان الممانعتين هما مقاومة وملف وعليه عندما تكون الدائرة الكهربائية مكونة من مقاومة وملف فيمكننا أن نطلق عليها دائرة الـ RL إذن دائرة كهربائية مكونة من مصدر فلتية وممانعتين متصلتين على التوالي مطلوب منا في هذه الدائرة الكهربائية أن نقوم بحساب الكميات الكهربائية الموضحة من خلال الشكل وهو التيار إضافة إلى الـ VR إضافة إلى الـ VL لتحليل هذه الدائرة الكهربائية والدائرة الكهربائية عموماً في حالة الإيسي ونحصل على هذه الفلتية بصيغة الفيزور دومين وهذه الدائرة الكهربائية بصيغة الفيزور دومين بعد أن قمنا بتحويل الدائرة الكهربائية أو مصدر الفلتية من الـ Time Domain إلى الفيزر دومين ننتقل للخطوة التالية وهي حساب الـ Z Total إن الـ Z Total لهاتين الممانعتين المتصلتين على التوالين يمكن حسابها بالاستناد إلى هذه الصيغة الرياضية حيث الـ Z Total ستساوي Z1 زايدا Z2 لاحظوا هنا أننا قمنا بتمثيل المقاومة بالرقم الحقيقي الموجب مثلنا المقاومة بالرقم الحقيقي الموجب ومثلنا الـ XL بالرقم التخيلي الموجب وعليه تصبح هذه قيمة Z Total هذه قيمة Z Total بصيغة الـ Rectangular Form يمكن أن نحول Z Total من الـ Rectangular Form إلى الـ Rectangular Form لنحصل على قيمة Z Total الموضحة في هذا الشكل إذن بعد أن تمكننا من حساب Z Total بشكل سليم يمكننا الآن أن نقوم بحساب التيار الكلي وهو التيار المار في جميع ممانعات الدائرة حيث التيار واستنادن إلى قانوم سيساوي E على Z Total بالتعويض المباشر عن قيمتي E في البصت وZ Total في المقام سنخلص إلى قيمة التيار الكل المتحرك في هذه الدائرة حيث يساوي 20 أمبير وزاوية قيمتها سالب 53.13 درجة لاحظوا أن المقادير قسمت بينما الزوايا طرحت 100 قسمة 5 سيساوي 20 أمبير وزاوية البصت ناقص زاوية المقام ستساوي 53.13 درجة إذن هذا هو التيار الكلي المتحرك في هذه الدائرة في الخطوة التي تليها مطلوب مننا أن نقوم بحساب الـ VR وكذلك الـ BL فلتية المقامة وكذلك فلتية الملف يمكن ببساطة حساب الـ VR وكذلك الـ BL استنادا إلى قانوم بما أن التيار الكهربائي المعلوم والتيار الكهربائي المار في المقامة هو نفسه التيار الكهربائي المار في الملف إذن يمكننا أن نحسب الـ VR استنادا إلى قانوم حيث الـ VR سيساوي الـ I في ZR بالتعويض عن قيمتين الـ I وكذلك الـ ZR سنحصل على قيمة الفلتية في زور دومين أو بالبولارفورم على هذا النحو أما بالنسبة للفلتية بنفس الطريقة تماما سنلاحظ أن فلتية الملف ستساوي الـ I في ZL أو في ممانعة الملف أو في الممانعة الحدثية بالتعويض المباشر وإجراء العمليات الحسابية سنلاحظ أن فلتية الملف ستساوي 8 فلت وزاوية قيمته 36.87 درجة لاحظوا معي أن القانون كيرشوف للفلتية ينص على أن مجموعة الجهود الفرعية يساوي الجهود الرئيسي ولكن إذا ما نظرنا إلى الجهود الفرعية الأول سنلاحظ أن قيمته 60 فلت والجهود الفرعية الثانية أيضا قيمته 8 فلت بإجراء الجامعة الجبرية المباشرة سنلاحظ أن مجموعة الستين والثمانين أكبر من فلتية المصدر وهذا يتنافى مع قانون أوم وهذا يتنافى مع قانون أوم لكن في الحقيقة ليس من الصحيح أن نجري عملية الجامعة بهذا الشكل إذ أنه لا يمكن أن نجري عملية الجامعة لإشارتين كهربائيتين مختلفتين في فرق الطور لاحظوا أن زايد فرق الطور بالنسبة للمقاومة تختلف عن زايد فرق الطور لاحظوا معي أن زايد فرق الطور بالنسبة لفلتية المقاومة تختلف عن زايد فرق الطور بالنسبة لفلتية الملف وعليه لإجراء عملية الجامعة بشكل سليم ينبغي أن نجري عملية الجامعة بطريقة غير مباشرة حيث يلزم أن نحول فلتية المقاومة من الفيزر دومين إلى الطائم دومين حيث ينبغي أن نحول فلتية المقاومة من البولارفورم إلى الريكتانجولارفورم وكذلك بنفس الطريقة ينبغي أن نحول فلتية الملف من البولارفورم إلى الريكتانجولارفورم نظرا لأن الريكتانجولارفورم صيغة مناسبة لإجراء عملية الجام وهذا ما فعلناه في هذه الخطوة لاحظوا أننا قمنا بتحويل فلتية المقاومة من البولارفورم إلى الريكتانجولارفورم وحولنا أيضا فلتية الملف من البولارفورم إلى الريكتانجولارفورم ثم جمعنا الأعداد الحقيقية مع الحقيقية ثم جمعنا الأعداد الحقيقية مع الحقيقية والأعداد التخيلية مع التخيلية لاحظوا أن 36 زائد 64 ستساوي 100 بينما G48 ناقص G48 ستكون المحصلة صف وعليه هذه قيمة فلتية المصدر حيث نلاحظ أننا استطعنا الآن هنا أن نحقق قانون كرشوف للفلتية وأصبح لدينا مجموع الجهود الفرعية مساوي للجهد الرئيسي في هذه الدائرة أيضا مطلوب مننا أن نقوم بحساب البور في هذه الدائرة مطلوب أيضا أن نقوم بحساب البور الكلية إن البور الكلية لدوائر التوالي يمكن حسابها بالاستناد إلى هذه الصيغة الرياضية حيث البيتوتل سيساوي الإي في الآي في كوسين تيتا بالتعويض عن الإي وكذلك الآي وكذلك الثيتا حيث الثيتا هي الأبسوليوت فاليو لزاوية الفلتية الكلية ناقص زاوية التيار الكلين لاحظوا معي أن زاوية الفلتية الكلية مساوية للصفر بينما زاوية التيار الكل في هذه الحالة كانت مساوية لسالب 53.13 دلية وعليه فإن محصلة الفرق بينهم ستساوي كابسوليوت واليو 53.13 دلية بالتعويض المباشر أو بإجراء العملية الحساب اللازمة سنلاحظ أن البور توتل ستساوي 1200 وات إن 1200 وات سيستهلكها عنصر المقاومة فقط أما بالنسبة للملف فإن متوسط استهلاكه للبور في دوائر الإيسي مساويا للصفر يمكننا التأكد أيضا من هذا الكلام أو من أن البور يستهلك عنصر المقاومة فقط من خلال الصيغة الرياضية الأخرى للبور حيث البور توتل سيستهلك العي تربية في العار لاحظوا أننا إذا ما قمنا بضربة تيار الكلين المتحرك في هذه الدائرة مربع التيار الكلين المتحرك في هذه الدائرة في قيمة المقاومة سنحصل على نفس القيمة 1200 وات وهذا ما يؤكد على أن البور في دوائر الإيسي يستهلك عنصر المقاومة فقط يمكننا أن نتأكد أيضا من هذا الكلام من خلال الصيغة الرياضية أخرى حيث وكما نعلم أن مجموعة البور الفرعية يساوي البور الكلية في الدوائر عموما مجموعة البور الفرعية سيساوي البور الكلية تعالوا نحسب البور التي يستهلكها المقاومة وكذلك البور الذي يستهلكه الملف ثم نقارنه بالبور الكلية بالنسبة لحساب البور المستهلك في المقاومة يمكن حسابه بالاستناد لهذه الصيغة الرياضية حيث البي ار سيساوي البي ار في الاي في كوساين تيتا ار أما بالنسبة للبور المستهلك في الملف يمكن حسابه بالاستناد لهذه الصيغة حيث البي ايل سيساوي البي ايل في الاي في كوساين تيتا ار إن زاية فرق الطور ما بين فلتية وتيار الملف ستساوي 90 درجة وعليه فإنك سين ستساوي 0 وهذا يقتضي إلى أن هذا المقدار سيأول في النهاية إلى الصفر يتبقى لدينا هذا المقدار فقط وهو الباور المستهلك في المقاومة بالتعويض عن قيمة ال-PR وكذلك ال-I وكذلك الثيتا لاحظوا أن الثيتا في حالة مقاومة أو زاية فرق الطور في حالة مقاومة ما بين الفلتية والتيار ستساوي 0 وعليه فإن كوسين الصفر بواحد يتبقى لدينا فقط الـ VR في الآي بالتعويض عن قيمة الـ VR وكذلك الآي سنلاحظ أن قيمة الباور تساوي 1200 وهذا ما يؤكد للمرة الثالثة من أن الباور يستهلك عنصر المقاومة فقط في دوائر الـ EC المطلوب الآخر في هذا المثال هو حساب الباور فاكتور بما أن الباور فاكتور سيساوي كوسين تيتا والتيتا هي الأبسوليوت فاليو لزاوية الفلتية الكلية ناقص زاوية التيار الكلين سنلاحظ أن الزاوية ستساوي 53.13 درجة كوسين هذه الزاوية سيساوي 0.6 إذن هذا هو الباور فاكتور بالنسبة لللايجنج لماذا وصفنا الباور فاكتور في هذه الحالة بأنه لايجنج في حقيقة الأمر أن الباور فاكتور يحدد فيما إذا كان لايجنج أو ليدنج بالإسناد إلى زاوية التيار لاحظوا معي أن زاوية التيار كانت متأخرة عن زاوية الفلتية زاوية التيار كانت متأخرة عن زاوية الفلتية في الوقت الذي كانت فيه زاوية التيار مساوية لسالب 53.13 درجة كانت زاوية الفلتية مساوية للصفر وعليس نلاحظ أن التيار متأخر عن الفلتية ولهذا السبب نستطيع أن نقول أن البور فاكتور في هذه الحالة يمكن وصفه باللايجنغ أما إذا كان التيار الكهربائي متقدم عن الفلتية نستطيع في هذه الحالة أن نقول أن البور فاكتور ليدنغ نعم يمكن أن نقول عنه بأنه ليدنغ لاحظوا معي أيضا عزي الطلباء أن البور فاكتور يساوي كوسين ثيتا ويساوي أيضا البور على الإي في الآي ومن خلال هذه الصيغة الرياضية سنلاحظ أن البور فاكتور ليس له وحدة قياس البور فاكتور في الحقيقة ليس له وحدة قياس لأنه عبارة عن معامل وسنلاحظ من خلال هذه الصيغة الرياضية أن البور فاكتور سيساوي بور على بور وعليس نختصر وحدة قياس البور في البص على وحدة قياس البور في المقام لتكون المحصلة أن البور فاكتور ليس له وحدة قياس لأنه عبارة عن معامل فقط تعالوا عزيزي الطلبان نلقي نظرة على هذه الدائرة الكهربائية الجديدة من نوع RLC دائرة RLC مكونة من مقاومة وملف وكذلك مكتف ومطلوب من في هذه الدائرة الكهربائية أن نقوم بحساب الكميات المشار إليها هنا حساب التيار الكولينغ وكذلك فلتية المكتف وفلتية الملف وفلتية المقاومة أول خطوة في تحليل هذه الدائرة الكهربائية والدائرة الكهربائية عموما من نوع إيسه وتحويل الدائرة الكهربائية من الـ Time Domain إلى الفيزور دومين وهذا ما فعلناه في هذه الخطوة لاحظوا أننا حولنا الفلتية الرئيسية المطبقة على هذه الدائرة من صيغة الـ Time Domain إلى صيغة الفيزور دومين الخطوة الثانية سنقوم بحساب الـ Z-Total لدينا ثلاث ممانعات متصلة على التوالي وعليه يمكننا حساب الـ Z-Total حيث الـ Z-Total في هذه الحالة ستساوي Z1 زيدا Z2 زيدا Z3 سنعوض عن المقاومة بالرقم الحقيقي الموجب أما الـ XL فسنعوض عنها بالرقم التخيلي الموجب وبالنسبة للـ XTC سنعوض عنها بالرقم التخيلي السالب بجمع العدد الحقيقية مع الحقيقية والتخيلية مع التخيلية يمكن أن نصل إلى قيمة Z-Total على هذا النحو بصيغة الـ Rectangular Form بتحويل Z-Total من الـ Rectangular Form إلى الـ Rectangular Form يمكن أن نحصل على Z-Total بهذه القيمة بعد أن تمكننا من حساب Z-Total بشكل سليم يمكننا الآن أن نحسب التيار الكولين المتحرك في هذه الدائرة حيث الـ I سيساوي E على Z-Total بالتعويض المباشر وإجراء العمليات الحسابة اللازمة سنلاحظ أن التيار الكهرباء في هذه الحالة سيساوي 10 أمبير وزاوي سالب 53.13 درجة الخطوة التي تليها مطلوب مننا أن نقوم بحساب الـ VR وكذلك الـ VL وكذلك الـ VC يمكننا حساب الـ VR بالإسناد لقانون حيث الـ VR سيساوي I في ZR بالتعويض عن قيمة I التي حصلنا عليها في الخطوة السابقة إضافة إلى ZR حيث ZR عبارة عن قيمة وزاوية مقدارها صف وبعد العمليات الحسابية سنلاحظ أن فلتية المقاومة ستساوي 30 V وزاوية قيمة سالب 53.13 درجة لاحظوا ما يا عزاء الطلباء لو قارننا ما بين زاوية فرقة طر بالنسبة لفلتية المقاومة وما بين زاوية فرقة طر بالنسبة لتيارة المقاومة سنلاحظ أن كل من فلتية المقاومة والتيارة المقاومة في نفس الطر ولهما نفس الزاوية وهذا ما تحدثنا عنه أكثر من مرة في الدروس السابقة بالنسبة لفلتية الملف أيضا يمكن حساب VL من خلال قانون أوم حيث الـ VL سيساوي I في ZL بالتعويض المباشر وإجراء العملية الحسابية اللازمة سنلاحظ أن فلتية الملف ستساوي 70 V وزاوية مقدارها 36.87 درجة قارنوا معي أعزائي الطلبة ما بين زاوية فرقة طر بالنسبة لفلتية الملف وما بين تيار الملف لاحظوا أن فلتية الملف متقدمة عن تيار الملف بزاوية فرقة طر بمقدارها 90 درجة بنفس الطريقة تماما يمكننا أن نحسب VL وهي فلتية المكثف حيث سنلاحظ أن فلتية المكثف ستساوي I في ZC بالتعويض عن قيمتي I وكذلك ZC وإجراء العملية الحسابية اللازمة سنلاحظ أن فلتية المكثف تساوي هذه القيمة لاحظوا لو قارننا ما بين زاوية فلتية المكثف زاوية فلتية المكثف وما بين زاوية تيار المكثف سابق لفلتية المكثف بزاوية فرقة طر مقدارها 90 درجة في الخطوة التي تليها مطلوب منا في الخطوة التي تليها مطلوب منا أن نقوم بإيجاد كل من التيار الكلي وكذلك فلتية المقاومة وفلتية الملف وكذلك فلتية المكثف بصيقة الطائم دومين يمكننا بسهولة أن نحصل على قيم هذه الكميات الكهربائية بدلالة الطائم دومين بالضرب في جد الاثنين لاحظوا أن التيار الكلي ضربنا قيمة الآي بيك حصلنا على قيمة التيار الكهربائي بصيقة الطائم دومين بضرب جد الاثنين في الVRMS وهي العشرة لنحصل على قيمة التيار الكهربائي بصيقة الطائم دومين على هذا النحو بالنسبة لفلتية المقاومة أيضا يمكن أن نحصل على فلتية المقاومة بالضرب جد الاثنين بقيمة المقاومة التي حصلنا عليها USB домain أو PRMS لتكون هذه قيمة بلتية المقاومة بصيقة Time domain وهذه قيمة بلتية الملف بالTime domain وهذه بلتية المكتف بالTime domain لاحظوا أن زاود بلتية المقاومة في نفس الطور مع تيار المقاومة أما زاوية بلتية الملف وكذلك المكتف سنلاحظ أن هناك زاوية فلتية المكتف ومقدارها 90 درجة لكل عنصر بما يناسبه هذه المنحنيات الجي بية التي توضح نقطة انطلاقة كل إشارة من الإشارات الكهربائية السابقة على حدة لاحظوا معي هنا أن الفلتية الرئيسية والجهد المطبق للدائرة بدأ انطلاقتها من نقطة الصف أما بالنسبة لفلتية الملف فبدأت انطلاقتها من زاوية تسبق نقطة الصف بزاوية مقدار 36 دارية بالنسبة لفلتية المقاومة لاحظوا معي أن الفلتية المقاومة بدأت انطلاقتها من عند الزاوية السابقة 53.13 درجة بمعنى أنها متأخرة عن نقطة الصف وسنلاحظ أن تيار المقاومة أو التيار الكلي المار في الدائرة له نفس زاوية فرق الطور هذا هو التيار الكلي المتحرك في الدائرة سنلاحظ أنه متحرك في نفس الطور وهكذا لكل إشارة من الإشارات الكهربائية على حدة بالنسبة للمطلوب الذي يليه مطلوب منه أن نقوم بحساب البور في هذه الدائرة بالنسبة للمطلوب الذي يليه مطلوب أن نقوم بحساب البور الكلي لهذه الدائرة إن البور الكلي لهذه الدائرة يمكن حسابه بالاستناد لهذه الصيغة الرياضية حيث البيتوتال سيساوي الإي في الآي في كوساين الثيتا بالتعويض عن قيمة الإي وكذلك الآي وكذلك الثيتا سنلاحظ أن قيمة البور الكلي تساوي 300 وات إن هذه 300 وات سيستهلكها عنصر المقاومة فقط أما الأفريج بور التي يستهلكها المكثف والملف فستكون مساوية للصف ولاحظ أيضا لو قمنا بحساب البور الذي يستهلكه المقاومة فقط بضرب مربع التيار المارف المقاومة في قيمة المقاومة سنحصل على نفس القيمة وهي 300 وات بمعنى أن المقاومة استهلكت كل البور في هذه الدائرة يمكن أيضا أن نحصل على نفس القيمة عن طريق حساب البور الفرعية لاحظوا معي أن مجموعة البور الفرعية سيساوي البور الكلية إن البور الفرعية بالنسبة للمكثف ستساوي الصفر والبور الفرعية بالنسبة للملاف ستساوي الصفر نظرا لأن زوايا فرق الطور بين الزفلطية والتير مساوية لـ 90 درجة وعليه فإن كوسين التسعين ستساوي صفر يتبقى فقط البور الذي يستهلكه المقاومة وهي نفس القيمة التي سنحصل عليها أو وهي نفس القيمة التي حصلنا عليها في الخطوات السابقة لحساب البورفاكتور وهو آخر نقطة مطلوبة في هذا المثال سنلاحظ أن البورفاكتور سيساوي كوساين الثيتا والثيتا هي زاوية الفلتية الكلية ناقص زاوية التيار الكلي كوساين هذه الزاوية سيساوي بوين 6 وسنلاحظ أن البورفاكتور في هذه الحالة لا يجي لماذا لا يجي اعتمادا على زاوية التيار مقارنة بزاوية الفلتية سنلاحظ في هذا المثال أن زاوية التيار متأخرة عن زاوية الفلتية وعليه يمكننا أن نقول أن البورفاكتور في هذه الحالة لا جيد إذن عزائي الطالباء في درس اليوم تحدثنا عن Series and Parallel EC Circuit حيث تحدثنا عن وهي الممانعة الكلية وكيفية حساب الممانعة الكلية لدوائر التوالي كما تطرقنا إلى وهي دوائر التوالي وكيفية حساب الزيت وتل لدوائر التوالي وكذلك حساب الكمية الكهربائية ثم تطرقنا إلى قانون كيرشوف للفولتية وما يعرف بكيرشوف فولتيج لو بهذه الخلاصة نكون قد وصلنا وإياكم عزائي الطالباء إلى نهاية هذا اللقاء وهو اللقاء الثامن من سلسلة هذه اللقاءات في مادة تحليل دوائر كهربائية مرفق لكم على صفحة الـ LMS التكليف الخاص بهذا اللقاء أما هذا هو المرجع الرئيسي الذي اعتمدنا عليه في تقديمنا لهذه المادة العلمية حتى الملتقى في الدرس القادم بمشيئة الله